يعني هذا الـ customer اللي بديه يدفع لي هلأ بتذكرين لما أنتو أخدتو بـ accounting one لما أنت تدفع وذن الـ discount period فلازم تعمله خصم هاي هي اللي أنت أخدها بـ accounting one فلاحظ إنه إحنا أخدنا عدة خصومات خصومات لها علاقة لما بعت من أول مرة خصومات لها علاقة لما الـ customer يدفع وذن الـ discount period وفيه خصم كمان رح نتعلمه لما أنا أشت اللي بضاعه وآخد خصم رح نتعلمه بـ chapter 6 ففي different discounts إحنا قاعدين ناخدهم هلأ هذا discount related to payment ففي عندي customer رح أعمل له receive payment اسمه Mountain Schools متذكرينه هذا اللي سجلنا له أول invoice ف Mountain Schools لما أفتح عليه خليني أصلا أورجيكم ال invoice إيش أعملت أنا I stopped share screen كأني بدي أورجيكم بدي أورجيكم ال invoice اللي عملناها ل Mountain Schools هايها شايفين كان في عنده بال terms 2% إذا دفع خلال 10 أيام وهو اشترى مني بـ 3-1 فإذا دفع لحد 13-1 بيكون دافع وذن الخصم فبيستحق خصم طبعا دايما نبلش عد من تاني يوم من الشراء فعيد من 4-1 عد 10 أيام على إيدك رح توصل لـ 13-1 فإذا دفع لحد 13-1 فهو بيستحق خصم بنسبة 2% هاي هي ال terms اللي أنا أعطيته إياها فطبعا دي أسكر ال invoice أنا وبدي أروح على شاشة Receive Payment وأجي أعمل Payment ل Mountain Schools قدي ال Payment اللي بدي يدفعها قيمتها 2038.48 لكن فعليا هذا الشخص ما عليه الأدب هذا الشخص اللي إيجا يدفع لي 13-1 لـ 2015 فعليا ما عليه هالأدبس عليه 2080.08 الفرق هذا إله سبب الفرق إنه هذا الكاستمر دفع وذن الدسكاونت بيريد فهو حسب المبلغ بعد الخصم وأعطاني الصافي ما بصير أنت ما بصير إياك إنك تروح تعمل save ما بصير هلأ تروح تعمل لي save and close ليش؟ لأنه رح يضل مبين عندك Under Payment بقيمة 41.6 which means إنه رح يضل opening balance بالaccount receivable تبعى Mountain School بيبين إنه لسه أنت بدك منه ديو 41 دينار which is مش صح لأنه فعليا أنت معطي خصم المفروض وما بصير تضلها مفتوحة على لزبون فشو بدي أعمل بهاي الحالة؟ خليني أشوف طبعا خليني أشوف أول شي هو كيف دفع دفع من خلال بطاقة MasterCard زهقني قد ما دخلت طبعا بالطبقات 7.6 5.8 2.3 5.8 9.8 5.4 3.5 4 وما حد يقول لي عيدي رقم البطاقة دخل أي رقم بالدكية إن شاء الله رقم Social Security تبعك فشوار 9 2016 هايضا مش هذا اللي بهمني يعني أنا مش موضوع البطاقة خلاص عرفنا كيف ندخل البطاقة أنا اللي بهمني هلأ موضوع الـ Discount كيف بدي أسجله اتطلعوا معي على الشاشة هون رح أكبر لكم هاي لتشوفوا أنا شو بدي أعمل هلأ في عندي فعليا Under Payment بقيمة 41.6 لو أحسبها فعليا هاي قيمة الـ Discount اللي استحقت له اللي هي 2% من إجمالي الفاتورة فلحظوا معي شو بدي أعمل ركزوا لأنه صعب أرجع لك من هاي الخطوة فعمشي معي Step by Step في عندك هون Tab اسمه Discount and Credit شايفينه بي حدا مش لاقيه بروح بعمل عليه Click تطلع عندي هاي الشاشة هاي الشاشة بس تطلع عندي بحكيلي إنه Suggested Discount 41.6 طبعا هذا Suggested Discount بناءً على شو؟ بناءً على إنه عارف إنه Credit Terms 2% وإنت قاعد بتقول لي إنه دفع ب13 شهر معناته دفع within Discount Period فهو استحقها الخصم فرح ضرب إجمالي الفاتورة بـ 2% طلع معه 41.6 لو محسوبة غلط أنت بتعدلها مش بيقديل أوكي؟ فالقيمة مزبوطة 41.6 لو محسوبة غلط بعدلها طيب خلينا نشوف خلينا نشوف شو الحساب اللي إحنا بدنا نسجل عليه هذا المبلغ خلينا نشوف شو الحساب اللي بدي أختاره بس عشان أنا ما أختار حساب هاي حساب Sales Discount برضو لو كان رقمه 40.50 إذا بتذكروا فأختار حساب Sales Discount لازم يتحدد شو الحساب اللي بدي نحط عليه الخصم تمام؟ في حدا مش متبع معي طبعا شو هو حاكي لك؟ حاكي لك بس أنا ما بدي أعود أعمل هيك حاكي لك لو رحت حطيت البيعة بتاريخ 14.01 which is بعد Discount كان مش رح يحط لك Sales Discount كان خلي Sales Discount 0 أوكي؟ فبس أنا ما بدي أعمل هيك عشان اختصارا للوقت بس تكون فاهم هو بيعطيك Sales Discount فقط إذا كان دافع within the Discount و لو أنت تساهلا مع الزبون هو دفع بـ 14 الشهر لكن إنت قلت له ما علش يا سيدي لأنه يوم 13 كان يوم جمعة كنا مسكرين رح أعطيك الخصم حتى لو السيستم مش معطيك ياسة جستد أنت بتقدر تروح الدخل عادي يعني أوكي؟ رح أحكي done لاحظوا شو صار عندي الـ underpayment اللي كانت طالع عندي راحة المسج وحكالي أنه الـ amount due صح 2080 لكن في عندي discount بقيمة 41 فصارت الـ payment اللي بـ 2038 مطابقة للـ payment اللي عملها الكستمر وصارت أموري تمام وما عندي underpayment بالدفعة هلأ بعمل save and close تمام؟ هاي necessary step لازم تعملها لما يكون عندك discount please ما تنسوها تمام؟ في حدا عنده سؤال لهون في حدا عنده سؤال طبعا هو شو كان عامل كان غير التاريخ لـ 14-1 وارجاك أنه بيبطي يعطيك suggest discount بعدين حكالك رد رجعه لـ 13-1 روح أنت إحسب discount لحالك لما راح حسب discount استخدم الـ quick math أنه حط الرقم وحسبها هو ضرب 2080.02 في 2% فطلعت معه 41.6 أوكي فأنت بتقدر كنا نعمل هيك بس أنا اختصارا للوقت ما عملت هيك تمام يا شباب كمان وحدة خلينا نتعلم كيف بدنا نعمل كمان payment بس هاي الpayment شوي أعقد ليش؟ لأنها مش بس لها discount كمان فيها مرتجع يعني اللي زبون عمل مرتجع ونتذكر مع بعض اللي تعلمنا بـ accounting 1 أعظن أنتو ما أخدتوا عندي accounting 1 بس الناس اللي أخدوا معي accounting 1 أدي كتير كنت أركز ع هاي النقطة أنه أنه قوعك تعطي discount عبضاعة مرتجعة ما بصيرش ما هو الكستمر رجع لبضاعة فكيف أنت بدك تعطيه خصم على بضاعة أصلا هو بطل مش تريها مرجحها أنت أنت بتكون بتخسر معناته فدائماً لما يكون في عندي discount وبدك تعطي discount على الpayment وفي كان مرتجع صاير قبل كنا نخصم المرتجع من أصل البيعة بعدين نعطي discount مظبوط نفس الفكرة بنا نطبقها على QuickBooks يعني القوانين المحاسبية اللي أنت تعلمتها مش رح تختلف يعني لأنك تستخدم automated system فبدنا ندخل بيعة لكستمر اللي هو اسمه Russ Watson ولكن تتذكر ورس Watson رح رجع اشترى قبل شوية عملنا له credit memo صح؟ فرس Watson دفع لي 916.84 باستخدام شك هذا الشك رقمه 456 بتاريخ 13-1 2015 لاحظوا رس Watson فعلياً عليه opening balance وفي عليه بيعة بتاريخ 3-1 هلأ مجموحهم مع بعض بيطلع 937.11 طب ليش هو بس دافع لي 916 لسببين لأنه في عنده مرتجع ولأنه بدنا نشوف هل بيستحق الـ discount ولا ما بيستحقه خلينا نشوف مع بعض شو بدنا نعمل برضو بدنا نروح على discount and credit مرة تانية بس لما تفتح هاي الشاشة في عندك شاشة discount خليني بس أتأكد بالله رس واتسون إحنا مش معدلين له آآ لا سوري مزبوك دكتورة عين هي 1% آآ شغلة بس ما هو بدي أعيني بدي أحكي لكم عنها هلأ لما أنا كنت حاطة الـ highlight أو الماوس على البيعة الأولى لاحظ إذا بفتح discount and credit شو بحكيلي بحكيلي terms net 30 لأنه شو بعطيني بعطيني terms تبع البيعة اللي أنا حاطة الـ highlight عليها خليني أcancel وارجع لما أحط الماوس أو الـ highlight على البيعة التانية وأرد أفوت لاحظ شو بحكيلي بحكيلي فإذا أنت طالع مع credit 30 معناته أنت حاط الـ highlight على الـ opening balance فشيل الـ highlight حطه على البيعة التانية أوكي لحدا مش فاهم علي شو بحكي فميكشور إنك تكون حاطتها طبعا إذا كانت عندي بيع وحدة ما كانش رح يكون عندي مشكلة أصلا طيب شو صاير عندي هون مقترح علي discount بقيمة 8.52 هذا discount مش صحيح ليه لأنه رس واتسون في عنده credit مرتجع بقيمة 11.87 لما رجع عندي الـ holder اللي هي الـ accessory رجعها فهذا المرتجع لازم أنا أخذه بعين الاعتبار لأنني أنا ما بعطي خصن على بضاعة مرتجعة فبطلع على الـ credit اللي عنده اللي هي بقيمة 11.87 فلما أجي أحسب discount البرنامج ما بيكون عارف هل أنت رح وإلا apply هذا المرتجع على هاي البيعة أو لا فهو بيكون معطيك discount على total فاللي بدك تعمله إنك بدك تروح عدل discount وتروح تحسب discount بعد المرتجع البيعة عندي فعليا كانت بقيمة 800 فهات بدي أشطبه أنا طبعا وبدي أحط علامة يساوي تحتح عندي لكوكمات حتى لو ما حطيت علامة يساوي مجرد ما أنا طبعت الرقم وحطيت design للكالكوليشن رح تطلع عندي فلو حطيت 852.11 وقلتله minus رح يطلع لي الكالكوليتر 852.11 minus الكريدت اللي هو 11.87 بيطلع عندي 840.24 لسه هذا هو اللي بدي أضربه بنسبة الخصم اللي هي 0.1 ليطلع معي discount 0.8 0.4 هذا هو discount اللي بيستحقه الكستمر وليس discount على إجمال الفاتورة بعد الخصم طبعا الحساب already لأني سجلته قبل هيك صار مسجل عندي sales discount لو مش موجود أنا بسجله لو مش عرف أنا بعرفه تمام بعمل done لاحظوا شو صار عندي هذا الكستمر في cancel هذا الكستمر في عنده discount بقيمة 8.4 و already amount due منه اللي هي 840 فقط ليش amount due لبرنامج عاملها هيك لأنه خصم 11 دولار وإشي اللي هي قيمة المرتجع فبعد المرتجع وبعد discount صار مطلوب منه فقط 831 point 8.4 من هاي البيعة ضيف عليها 85 اللي هي opening balance بيطلع معك 916 point 8.4 اللي هي القيمة اللي دفحها الكستمر اوكي شباب اذا مش طالع معك 840 point 2 4 معناته انت لما عملت credit memo يا اما ما سجلتها يا اما ما عملت apply لل invoice الصحيح هيني بحكي لكم اذا انت مش طالع معك يا حبيبي ما انا بحكي ما انا بحكي خليني اكمل حكي بعدين قاطعني كمان مرة ف amount due اذا مش طالع معك 840 point 2 4 معناته انت ما عملت credit memo او معناته ما عملت apply لcredit memo على this invoice بعمل save and close وبخلص يلا هلا احكي يا وليد شو بدك عملت discount غلط عدله رد فوت على discount and credit وعدله amount of discount قدي 8.4 8.4 خلص اوكي ايا فاطمة دكتورة بس اكبس عن discount and credit بتلاعلي terms net 30 ورجعت قبل شوي شفت انه على customer center وفوتت على customer job تبع هاد رص كان محطوط ان 1% of net 30 ما انا حكيت يا فاطمة انتي ما حكيت بس ما سمعتيني لما حكيت انتي حطة highlight على الاولى لازم تحط highlight على التاني اوه تماما لانها هاي هي اللي قاعدة بتعميل ها discount قردي حكيت هذا الحكيق اول ما بلشت ساري دكتورة مو مشكلة بس حكيت يعني انا عندي سؤال فضلي انا عملت كل شي زي ما عملته بس هلا مش في عند انه ال invoices فيه تك انه واحدة والتانية تانية طبعتي مو رضي تعمل انا اكمس عليها بيحكولي انه انه فيه اشي غلط بس ما بحش الغلط شوه الاشي الغلط ام ويتاقر علي انه ال invoices or statement has no remaining open balance يعني انتي مسدديتها already طبعا خليني اسيب ورجيني شو طالع معاك عمليلي share screen اوكي يا رنين اوينك يا رنين دكتورة اللي خلص معاك ممكن يطلع او لسا فيه علينا لسا ما خلص ابدا اوكي ورجيني يا رنين شو طالع معاك اوين اسمك شو طالع معاك يا رنين يالا هاي مبين هون هاي اوكي ال invoices or statement charge انتي عامل اشي غلط بالمبلغ لا لا مش ضايل عندك اصلا مبلغ هون اصدق او ليه هاي ال 916 اللي انتي حطيتها بالله اشتو بيها ورجع يكتو بيها مرة تانية في عندك مشكلة بالمبلغ اللي انتي مدخلتي لالكستمر رمحطوط انت بالدسكون تمانمية واربعين رمحطوط يس انتي كلي عاملت دسكون يا رنين ارجع يفوتي على دسكون and credit عدلي 8.4 thank you مش عارفة مين اللي انتبه يس انتي حاطة كل المبلغ دسكون لأ يعني اشتو بي ال 24 ايو اعملي دان فانتي اللي كنتي عاملتي انك عامل كل المبلغ دسكون هلأ عملتك رح تزبط معك thank you اهلا thank you لزميلك يعني لاني انا ما كنت مركزة لاني اصلا هاي تالت محاضرة وانا قرب يغل علي الله عافيك الله عافيك اوكي طيب هيك احنا خلصنا الpayment receive partial payment كتير سهلة ما بدها شي بتقعد بحكي لك انه مش شرط ال客人 يدفع لك كل الاماونت اللي عليه يعني لو ايجا يعني مش دائما لازم ال underpayment تضلها زيرو حاكيلي روحي اعملي payment لكسمر اسمه Kevin هذا Kevin ايجا دفع لي ب100 دولار مع انه هو عليه 911 لكن دفع لي 100 دولار مش لازم دائما ال underpayment تصفر يعني زي الحالات اللي مرأت معنا دفع لي باستخدام شك هذا الشك 275 حاكيلي انه ضل فيه underpayment ب811 باقول له اوكي حتى هو اي اللي بتاحت بالميمو اكتبي انه this is partial payment فمش دائما يعني ال underpayment ممكن customer يدفع partial payment هادا الحكي هادا الحكي احنا احنا قريدي متعلمين وقبل فارح اسيف يعني هاي ما بد هالشي بدنا نعمل deposit للكاش ولكريدت كارد ريسيت اللي احنا استلمناهم قريدي احنا متعلمين طبعا خلص احنا فيش اشي جديد هلا رح نتعلمو الا التقارير اخر اشي بدنا نعمل deposit record deposit هايهم وافتح عليهم بيطلعوا عندي بدي اتكهم كلهم اوكي في عندي select all هون تحت بعمل اوكي وبروح على التاريخ هون بحط التاريخ الصحيح هو حكي لي ب14 واحد بتأكد اني قاعد بودع بالحساب الصحيح وبعمل save ل deposit لو طلب مني اطباحها باطباحها من خلال print بعمل save as pdf اوكي فاظن print ل deposit او save ل deposit انكم تعرفوها بايل علينا معلش بتكم تتحملوني اللي بدي يطلعوا بعدين يحضر المحاضرة اللي تعب اللي غيب عادي انت حر انا ما عندي مشكلة بس انا باخر اللي بدي يطلع وحابب يطلع لانه تعبان يطلع انا ما عندي مشكلة وردي ما اسموح لكم اكتر من غياب بالفضل خلينا نعمل والغريب انه انتو بتتعبوا رغم انه انا اللي بحكي يعني انتو مش عم بتحكو يعني فrecord الباونس check ايش يعني باونس check يعني شك مرتجة اللي هو شكات ارتجعت لعدم كفاية الرصيد فاذا customer دفع لك check وبعدين هذا check رجع لانه البنك قال لك هذا customer ما عنده balance بحسابه او ما عنده balance بكفيه شو بدنا نعمل بهاي الحالة احنا قبل شوي سجلنا check ل customer اسمه Kevin لكن للأسف هذا Kevin ضحك علينا وعطانا check وهو ما عنده رصيد بالبنك فشو بدنا نعمل بدنا نروح على payment تبعيد Kevin كيف بروح على payment بفتح رسي payment وبارجع لحد ما لاقيها هايها Thomas Kevin دفع لي 100 دلر لكن هذا check ارتجا طبعا في عندي من ضمن الخيارات اللي ظاهرة فوق هايها اشي اسمه record bounce check يعني record check مرتجا فبتفتح على payment اللي انت مسجلها لهذا customer بتعمل click على record bounce check بتطلع لك هاي الشاشة شو بحكي لك البنك لما رجع الشيك عادة بياخد عمولة على الشيكات المرتجعة طبعا هاي العمولة انت بدك تحملها ل customer فانت صح بدك تسجلها عندك ضمن البنك service charge انها انخصمت من حسابك وتسجل فيها journal entry فتروح انت بتسأل حالك قدي البنك اخد مني عمولة البنك اخد مني 10 دلر على الشكل المرتجع بتاريخ طبعا مهم التاريخ لانه البرنامج رح يسجل journal entry بهذا التاريخ بتاريخ 15 1 2015 و15 يعني هاي الشاشة اللي انا قاعدة بعبي فيها رح يتسجل عندي طول قيد رح يعكس الpayment يعني رح يردي رجحت هم على الaccount receivable تبع الكستمر رح يسجل قيد بالعمولات البنكية اللي خصمها البنك وكمان شو بحكي لك يعني عقابا له على هالشك والغلب اللي غلبني اياها وروح من البنك وودع ورجع عجيب الشك المرتجع من البنك وكل هاي القصة رح أكلفك 25 دولار نتيجة هاي العمولات طبعا هاي العمولات رح تتسجل على other revenues بالبرنامج رح يكون الحساب اللي بتتسجل عليها من ضمن revenues طبعوني لكن مش الـ revenues الأساسي من other revenues طبعوني بعمل next بتأكد من المعلومات وبعمل finish مجرد ما عملت هيك عمل لي save and close من تحت ولاحظ كيف طلع لي watermark عليها وحكالي إنه هاي الـ payment is bounced check بعمل save and close حسنا هدا عنده سؤال عليها هدا عنده سؤال طبعا هاي بتعملها إذا طلب منك يعني بعد ما أنت تكون سجلت الـ payment بعدين حكيت لك إنه في عندي check رتجع لأنه ما في sufficient fund بتعمل هاي الحركة ما بتعملها مع كل واحد بتفعلك شكات أنا ما رح عن تغيير الحساب طالب مني أروح أغير لقم الحساب ذي هو bounce check أروح أعمله ضمن إشي تاني أنا I will skip this part مش important فبهمني بهمني أنا بس كيف تسجل bounce check هاي الأشياء اللي بعدين مش مهمة I promise this is the last transaction بعدين خلاص ضل علينا التقارير بدنا نصدر credit memo لكن هاي credit memo بدها نعمل فيها refund باستخدام check يعني كل credit memo اللي عملناها قبل هيك كانت نعمل apply للopen invoice هلأ بدنا نتعلم إنه إذا إحنا بدنا نصدر refund للكustomer إحنا شو بدنا نعمل في عندي customer شو اسمه جوز بيريز ما نعرف شو اسمه أوكي داكتور هو بتاريخ 14 1 I guess عمل refund لأيتم اللي هو الpool quantity 1 بقيم 88.38 أوكي المبلغ اللي هو الزلمة رجعه بدي أنا أطلع له فيه شك يعني بدي عمله refund يعني بدي أعطيه cash ما بدي أعمله ل invoice يمكن هو دافع مش دافع مش موضوع المهم أنا بدي أرجع طبعا المنطق بيحكي إنك إذا الكستمر مش تري بدين مش رح تروح ترجع له refund cash كان بكيف عليك الكستمر فالأغلب سبب إنه ليش أنا بعطي refund لأنه الكستمر دافع فبما إنه دافع رح أرجع له مصاري سيولية بخليهم رصيد عندي هاي الحالة أنا اخترت إني أعمل له refund فمن ضمن الخيارين اللي فوق ما تختار use credit to apply the invoice اللي إحنا متعودين عليها اختار الخيار الأول اللي هو use credit to give refund أوكي فبختار الخيار الأول شو بيطلع لي بيطلع لي معلومات ال refund اللي أنا بدي عملها كيف بدك تعملي له refund من أي حساب بقول طلع لي شكل هذا بهاي القيمة طبعا مع الضريبة قيمتهم بطلعوا 25.45 لأنه أكيد لما اشتراهم اشتراهم مع ضريبة من checking account لو حساب مختلف بغير الحساب بقول له أوكي طبعا لو بدي أحط رقم للشيك كان to be printed بشيل عنها التك وبحط رقم الشيك هنا أوكي فأنا دائما أي رقم شك إذا عندك to be printed شي لتك عنها بتختار رقم الشيك أنا رح أقول أوكي ولاحظ كيف صار عليها ووتر مارك إنها refunded بعمل save and close هيك لو رحت عالجورنال تبعي رح ألاقي إنه صار في عندي credit memo وصار في عندي شك مصدر لهذا الكستمر اللي اسمه متعارف شو لو رحت على شاشة كتابة الشيكات فعليا تطلع وعمل back أو previous رح تلاقي إنه في شك صدر للكستمر اللي اسمه جوز أو بقيمة الخمسة وتسعين من أي حساب بتكون طلعت من الأكاونت ريسيب تمام في حدا فتح المايك عنده بليز سكره السيلز تاكس بايب الرجستر أنا ما بدي أشرح لكم عن التاكس بايب هلأ رح نشرح عن التاكس بايب بشاب 6 آخر إشي خلاص أورجيكم بس تقرير الانفنتوري كيف منا نطلع تقرير ريليتد للانفنتوري لأنه إحنا ما تعلمنا قبل هيك كيف نطلع تقرير ريليتد للانفنتوري بتروح على report من ضمن ال report في عندي category اسمها inventory في عندك inventory valuation summary عندك inventory valuation detail عندك inventory stock status by item كلهم هدول بعطوني معلومات على الانفنتوري تبعي خليني أورجيكم أول واحد اللي الانفنتوري valuation summary بس تفتحوا هذا التقرير لاحظ الquantity on hand هايها موجودة فلو طلبت منك قديش رصيد مثلا ب 31 1 2015 طلبت منك شو أرصدت الحسابات الانفنتوري عندي حكيت لك كم binding سكي عندي بتقول 44 هدول اللي ضلوا عندي on hand بنهاية الشهر الافرش كوست 75 وإلى آخره total asset و sales price وهكدا مثلا أنا إذا بديش sales price لأن كل صفار بقدر أشيله هذا أحد أنواع التقارير المهمة بالinventory valuation summary طبعا هو حاكي لي عملي له memorize أنا علمتكم المرة الماضي كيف تعمل memorize لأي تقرير هاي memorize أفرض بدي أسمي inventory valuation summary or بقول أوكي بلقي هلأ صار مسيف ب memorize report في تقرير ثاني برضو يستخدم عادة اللي هو inventory stock status by item لو رحت على inventory وعمل stock status by item أو by vendor بقدر أطلعه برضو هذا التقرير بطلع لي أرصدت الحسابات وبطلع لي reorder point هذا التقرير برضو مهم لغايات الجرد ولغايات purchasing manager يعرف شو يشتري من البلاق برضو هذا تقرير بعد التاريخ طبعا وإذا بد أوكي شباب هاي أهم التقارير اللي related لل inventory تقلمنا كيف نعمل المرائز للريبورت أنا هيك خلصت سوري إني قطلت على ترجمة نانسي قنقر